السلام عليكم ورحمة الله أهلاً بكم متابعي قناة أتعلم في الدرس السابع من دروس تعليم قراءة اللغة الفرنسية للمبتدئين ودائماً نستعمل كتاب بيان لغة الفرنسية إذا بالنسبة للدرس المسأتعرف على إذا كما ترحضنا في السورة دائماً نقرأ الجمع الأولى نعيد من جديد إذا هنا لدينا حرف نقرأ نقرأ للمبتدئين 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 را رو ري رو ر ري 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 رضل روا ري ر 分ه стро طالما سنة ريني و ري رو ري الله روني و رو ننى René, as-tu la balle de Mina ? Voici la mère de Lulu. René a lu. Voici la pipe du père de René. U, I, A, O. Mu, pu, lu, la lune, le mur, la mulle. إذن نبدأ كذلك أبقرأت السوار. أولاً Le bureau La jupe La culotte Une usine La plume Lu Lulu a ri René a lu Plus Une plume Mu La pomme Est Mûre La mulle Rue La rue Est Là Bravo, très bien. الآن نقرأت les phrases نقرأت الجمال قبل ذلك السوار الأخرى La mulle La fumée Une Tulipe Voici la rue Voici la rue Lulu Lulu est sur le mur Li Li Mina 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 Li Mero Mina a lu Papa a une moto Mina a mis Mickey sur le lit Mickey est sur le lit la bal la bal de Mina est là la bal est sur le tapis une plume sur le tapis donc très bien bravo الآن ننتقل إلى قراءة الكلمات أكثر استعمالا مع الكلمات المصورة 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 le bureau la jupe la culotte une usine la plume la mulle la fumée une tulipe إذن كانت هذه آخر فقرة في هذا الدرس دائما أذكركم يجب تكرار استماع هذه التمارين حتى نستوعب بشكل سريع وأذكركم كذلك ستجدون رابط هذا الكتاب في أسفل الفيديو وكذلك روابط جميع الحلقات السابقة إذن شكرا لكم وإلى الدرس القادم